سليمان تسليمون أمين أمين بسم الله والصلاة والسلام على الله يعني ما في شيء أبداً أنا أذكر الله بالقرآن وأن كانت المشاعر يأطي العمر الكبيرة لكن بنعبر بعدين إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يسعد الجميع وقاتكم أحبابنا وأخواننا وأبنانا وبناتنا وكل من يشاهدنا عبر هذا البث الجميل والجميل بمحتوى الحقيقة أبو عبد العزيز والأخوان في المجلس أعضاء ومدير ومنسقين مخبين لكم اليوم مفاجأة جميلة وأنا والله من أجمل ما مر علي لا مر علينا جمال كثير ولكن إن إنسان إنسان اللي تحبه وتحن اللي هو تشتاق له الله كان طرع مرك إنه جمعنا في هذا المجلس المبارك فشكراً لمن كان السبب شكراً أبا نايف شكراً لأبو عبد العزيز شكراً للمنسقين في الإعداد شكراً لمن أخرج هذا البرنامج وأخرج هذه الحلقة بالذات يعني الحلقة استثنائية بكل ما تعنيه الكلمة لأننا نحبكم ونقدركم والله جمعنا بكم وإن كان الحمد لله إننا متواصلين عبر الوسائل التي تخدمنا ولكن إن أنت قابل وجه الوجه يا سلام سلم الله يبيض وجيهكم يجمعنا وانتوا دائماً على الرضم من الله سبحانه وتعالى اللهم آمين ونقول حي الله حي الله أبو صالح يا هلأ مرحبا يا هلأ حيون يا الطيبين الغالين